أخي الحبيب إياك والحسد لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اثنان من أهل النار اللهم لا تجعلنا منهم ولا المشاهدين الكرام يا رب العالمين الحاسد والحاقد الحاسد معنى الحسد تمني زوال النعمة من عند الغير ما إن يرى الخير عند فلان حتى يتمنى زوال النعمة من عنده ما إن يأتي ولده علم علوم ثانوية عامة وإذا به يأتي بمجموع تسعة وتسعين بالمئة أو ثمانية وتسعين بالمئة يقول لك آه شوف فلان عند ولد فلتة الولد جاب طب وما كانش بياخد دروش زي أولادي شوف الأولاد يا الله لماذا لم تقل ما شاء الله تبارك الله آهل للحسد كم من أجسام دخلت القبور بسبب الحسد كم من شباب دخلوا قبورهم بسبب الحسد كم من أسرة تشتتت بسبب الحسد أما قلت ما شاء الله تبارك الله وأنت يا من أعجبتك سورتك أعجبتك هذه السورة وأنت تقف أمام المرآة وأنت يا بنيتي عندما تلبسين الثوب الجديد وتقفين أمام المرآة يعني تمشطين الشعر فإنك تعجبين بنفسك وربما تقولين كلمة كانت سببا في هلاكك كيف هذا ممكن للإنسان يحسد نفسه إيه وربي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يحب فليدعو له يقول ما شاء الله تبارك الله لما يا رسول الله فإن العين حق فإن العين حق يا الله ها هو سليمان ابن عبد الملك ابن مروان هذا الخليفة كان صغيرا في السن إذا به يصبح خليفة للمسلمين وأميرا للمؤمنين وملك من ملوك الدنيا وكان يملك من الجواري ألف جارية حسناء عنده الخدم وعنده الأموال وعنده القصور وعنده الجنود وعنده الجيوش التي تتحرك ببنانه فإذا به في يوم جمعة يلبس عباءته ويقف أمام المرآة فيقول في نفسه ويقول بلسانه الملك صغير السن ملك الأرض من ملوك الأرض قوي البدن عنده الجواري وعنده الخدم والجنود والحاشية والوزراء عنده الجيوش التي تأتمر ببنانه وما زاد عليها فما مضى إلا أسبوع وقد قبر دخل إلى قبره يعني أنت ممكن وانت داخل بيتك ترى ولدك فتقول عنه كلمة تكون سببا في هلاكه وأنت تجلس بين أولادك وأنت تجلس جلسة أسرية فإذا بالولد الصغير الذي عنده ثلاث سنوات يتكلم بكلمة لم يتكلم بها الكبير وأنت تقول شفوا الولد الزكي شفوا الولد الدهية شفوا الولد الفطن فيقتل هذا الولد أنت السبب لماذا لم تبرك عليه لما لم تقل ما شاء الله تبارك الله يا عم الشيخ هو ممكن المؤمن اللي بيصلي الفجر واللي بيصلي الخمس فروت في جماعة واللي بيقرأ القرآن وبيقرأ الورد اليومي من القرآن ويسبح ويقرأ الأذكار ممكن يحسد نعم سئل الحسن البصري أيحسد المؤمن يا إمام قال أونسيت بني يعقوب أونسيت أخوة يوسف يعني سبحان الله كانوا يحسدون وهم من وهم أخوة نبي وأبناء نبي ثم قال ولكن غمه في صدرك يعني ما تلاقي نفسك هتحسد غم هذا الحسد في صدرك فلا تعدو به يد ولا يتكلم به لسان فإنه لا يضرك عندما ترى الخير على فلان قل ما شاء الله تبارك الله عندما ترى الخير على أولادك قل ما شاء الله تبارك الله